قررت وزارة التربية منح خمس درجات لطلبة الخامس الابتدائي الدور الثاني وذكرت الوزارة في بياننا المديرية العامة للتقويم والامتحانات أصدرت إعماما إلى المديريات العامة للتربية بخصوص إضافة خمس درجات كقرار لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي الراسبين في الدور الثاني للعام الدراسي الماضي وفي وقت سابق قررت وزارة التربية اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب للدراسة النهارية بينما تبقى المناهج الدراسية والدوام المزدوج من تحديات العام الدراسي الجديد